لكن أعتقد برضو مباراة يوم الجمعة هتبقى مباراة صعبة إيه اللي يخلي مباراة يوم الجمعة مباراة صعبة على النادي الأهلي والإيه اللي يخليها ممكن تكون مباراة سهلة على النادي الأهلي هي أول حكا في انتحضرية اللقاء يعني لازم النادي الأهلي يكون طبعا أعصابه أهدا شوية لازم ينزل اللقاء يكون أهدا شوية في ما فيش سربعة إحنا كاسبانين 2-0 لازم أنزل أعصابه أهدا شوية انزل برضك بكل قوة وكل حاجة بس في التعامل او في اللقاء بتاع المطش لازم اكون اهدم منه بشكل كبير عشان بذات شمال افريقيا اللي هي الجزائر او مغرب او تونس هم بيلعبونها على حط العصبية بشكل كبير جدا. يعني انت بتقول ممكن يخرجك عن نص شوية يبقى فيه احتكاك في نص الملعب فاولات يخليك تطلع. نفس الكلام بتقول لك ده حضرتك تاني حاجة يضغط على الحكم. هو دلات يضغط على الحكم عمال يضغط على الحكم اللي هو اه كل شوية هتلاقي كل مشكلة كل شوية خمس ده يعمل مشكلة عشان هو عارف اللي هي قوة كنت نادل اهلي اقوى بكتير. فهو عاود يطلعك برا السيناريو خالص عشان يفقد تركيزك عشان يخليك ماشي في التجاه تاني مختلف تمام. يعني قد تحدث مفاجآت. طبعا. ولا الاحباط هو اللي ممكن يكون مسيطر على فرقة الوداد بعد خسرتهم هناك. لا هو احترامنا للنادل فرقة الوداد هم عارف اللي اللي اقوى منه. فهو هيحاول يشغلك بالحاجات التانية اللي هي برا الملعب. لو الحكم يضغط على الحكم يريد التحدي لغفرك زي ما احنا سمعين مثلا. الوقت الرواء مثلا بيقول فيه تمانية عنده كورونا. فهتشوف هتلاقي الضغط الاعلامي والضغط الموجود هناك والذات اللي تعرفة الكاف هناك عندهم في المغرب بشكل كبير فهما بيعرفوا الاخبار اكتر من هنا. هما اقوى دلات اكتر من هنا. فهي الموضوع كله اللي هو يبتري يخرجك في السيناريو يعملك سيناريو تاني عشان يطلعك برا تركيزي. كان جرأة من موسماني انه يختار انه يهاجم ويسجل في المغرب. ولا لا زي ما البعض راح لانه يأمن النتيجة فيدافع. لا هي مش جرأة هو الناد الاهلي عالطول بيلعب على المكسب بيلعب على الضغط اللي هو الضغط الامامي من من اجزاء الملعب. فالراجل اللي بترى يشتغل ده السيست متاع الناد الاهلي اللي بقاله فترة شغال كده. بس هي احنا بقالنا فترة ما كانش فيه مكسب برا 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 الملعب يعني برا في المتوش الزهابي يعني. فالراجل رجع السقافة بشكل كبير ورجع جزء من هوية الناد الاهلي او شخصية الناد الاهلي اللي هي موجودة اللي كانت بقالها فترة يعني نوعا ما ما كانتش نفس المستوى اللي احنا كنا راضين عنه. بالذات بعد حداث كورونا اللي نجري نتكلم الناد الاهلي قبل كورونا اه في الدور العام او في المتوش افريقيا مميز بشكل كبير جدا بعد موضوع كورونا كان طبعا فيلر بترى يشتغل في شكل اللي هو بترى يركز بيده عن الملعب خالص وبترى في خشوف يعني يخش في التجاهة تاني خالص. فبترى الموضوع الاداء حتى ما بنكسب احنا مش مبسوطين. الاداء مكانش نفس مش مقنع لزي ما احنا مستنين من اللي هو موجود. فالراجل الفترة اللي جرينا نتكلم فيها الفترة الاخيرة ديت هو بترى يعمل شكل الفرقة بترى يشوف العناصر الكوة والضعف ايه الموجودة في الخصم عنده. فعشان كده هو مش غريب. ودي زي مواطلك اه وكابتنان يعرفها اللي هو الراجل اه ناد الاهلي لم يجي يختار اه مدير فاني. اختيارات يا احمد. كان اختيار مناسب في الوقت مناسب.